بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة المشروعات الصغيرة المتوسطة دي إجابة على إيه؟ الفيلم الجميل اللي اتعمل للشاب ياسين الزغبي اللي هو خد البسكليتة بتاعته ولف مصر كلها وهو عنده رجل صنعية لف مصر كلها يسأل الشباب ويقوله شباب عايزين تقوله إيه للرئيس فكل الشباب وكل الناس بتتكلم على حاجة حلها واحد مشروعات صغيرة ومتوسطة كله قاعد يتكلمه وقوله إيه؟ أنا عايز اشتغل أنا عايز عامل حاجة أنا الشغل مش وصلني الأسعار تعباني كل الشباب دول لازم يبع عندهم مشروعات صغيرة ومتوسطة ولازم البنوك تتلحلح شوية يعني لازم الناس دي تفتح بيوت يعني كل واحد يشغل ثلاثة شغل أربعة إيه ياخد حطة أرض وإيه يعمل مصنع صغير وإيه يجيب مكان التريكون كل دول كل دول الإجابة بتاعتهم مشروعات صغيرة والمتوسطة إنما الولد نفسه ياسين ده دحكته مستقبل مصر شوفوا بقى المبالغة دحكته تحس انك بتشوف مستقبل مصر فيها بشاشة وتفاعل هو النهاردة في الجميل ايه انه الولد بعد ما عمل يعني بعد ما شفناه على الشاشة دخل المفاجأة انه دخل بقى القاعة ودخل سلم على الرئيس وقعد جنبه لو تشوف هو بيبص للرئيس ازاي الواد عنده تفاعل يكفي مصر والله العظيم شرح لي قلبي النهاردة يعني الواحد انتو عارفين جواه سواد كتير كده واحباط وحاجات مندي انما الولد وهو برجل صناعية هذا التفاعل غير طبيعي يصدر ليك طاقة ايجابية غير طبيعية يعيني على ربك يا ابني والله يا ابوك وامك دول ناس محترمين وقال له هو رئيس الجوابات بتاعت الشباب الشباب بشوف عايز ايه رئيس الولد تبص على دحكيته ما هيقعد جنب الرئيس ده دي حتى الشاب اللي كان عاد جنب الرئيس قام وقال له تقعد مكاني لانه خد قلب الناس وهو عامل الفيلم وهو اخد المسكليتة بتاعته بيلف على مصر حتى زاملنا المزيع قاعد يتكلم عنه انه كلمة الرئيس واوة لاخره فالرئيس قال له لا 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 خليني الرحم بالشاب بص الولد بيبص ازاي دحكة عاملة ازاي ولا بقى كأنه كان في سكر ولا في زيت ولا كان في البتاع الولد والبالد نسمع بيقول ايه بسم الله وانا عايز اقول ان انا اللي انا عملته ده كان علشان احنا شباب عشان المؤتمر ده للشباب وعلشان الشباب لازم يتسمع وعلشان عشان مفيش مستحيل عشان هو ده الصح عشان لازم لوصل صوتنا الحمد الله انا اسمح لي الولد يبني البلد الولد يدي البلد اه تفاؤل ولطافة وزرافة وجمال والولد ينقل الرئيس والمسؤولين المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يا جماعة الفيلم ده خلانا نشوف ان الشباب لما بتدير يعني هو جاب نمازج للشباب بقى اللي خاد الدكتوراه واللي عمل مشروع واللي قال له انا بروح انا بشتغل حلاف الشارع انا بجيب الفرصة بنفسي ومش مستني الفرصة اجيلي ادي له صنارة حيديك سمك ادي له صنارة حيديك سمك ادي له سمك ها حيزودلك المجاري ادي له صنارة الشباب محتاج صنارة اديوهم بيقدروا شباب قادر شباب طموح شباب عايز يتعب عايز يشقب وعرف ان الحياة صعبة وعرف ان الحياة محتاجة تعب وعرف ان انك تبقى انتريبنور انك تبقى رائد اعمال ان انت تعمل حاجة صغيرة ومشروع صغيرة وتكبروا الاجابة عند يزين الزهب النار ده بسم الله الرحمن الرحيم مش رحي صغيرة او متوسطة حقيقي انا بحي اللي عملوا الفيلم واللي اختاروا ياسين وياسين وابو ياسين وامو ياسين ام ياسين وابو ياسين قد ايه ناله طاقة ايجابية قد ايه وتيجي برضو تتكلم في حاجة مهمة جدا فتكتشف ان انت في مؤتمر الشباب وبصوا على المسؤولين اللي قاعدين طلعوا الشباب بقى امتا ياسين ده حيبقى حاجة ياسين ده كويس طلعوهم بقى خلاص هيحماضوا فيه اجيال بتروح بتضيع طلعوا الشباب مشونا كلنا مشونا كلنا من بلد وقاتوا الشباب تقود وتشتغل مكنوهم وزير الشباب ش عربيت خلاص مش مش عيب فيه الراجل بيشتغل وبيتعم وكل حاجة بس هاتوا بقى شباب مكروق تسعة وتلاتين سنة خلاص هاتوا الشباب بقى الولد الدانة طاقة جميلة ترجمة نانسي قنقر